وحدها الحكومة تبدو متحمسة للذهاب لجولة مفاوضات جديدة مع الميليشيا بلا أفق واضح ولا موافقات أكيدة من طرف الميليشيا خفف الجانب الحكومي من اشتراطاته ومن لهجته تجاه الميليشيا وزير الخارجية عبد الملك المخلافي قال إن الحكومة تدرك أن الحوثيين سيكونون شركاء في المرحلة المقبلة نحن قناعتنا أن حتى الحوثيين سيكونون شركاء لنا في المرحلة القادمة كل أبناء الوطن المهم أن لا يكون لديهم سلاح وأن لا يمارسوا الاستقواء هناك من يرى أن السر وراء هذه اللهجة يكمن في التفاهمات التي تمت الأسبوع الماضي بين السعودية والحوثيين وما أسفر عنه من وقف للمواجهات في المناطق الحدودية المخلافي بدأ متأكدا بنسبة 99% حتى قوله إن الجولة المقبلة من المشاورات ستعقد في دولة الكويت منتصف إبريل القادم ولكنه لا يمتلك حتى واحدا في المئة من تلك الثقة إذا أقيام الحوثيين وحليفهم صالح بتقديم أي تنازل أو وقف أعمال العنف وحصار المدن والتخلي عن السلاح هذه عقب لقائه مع المبعوث الأممي قال إنه موافق على إعلان وقف لإطلاق النار مع بدء جولة جديدة من المباحثات بشرط التزام الإنقلابيين بتنفيذ تعهداتهم وعدم خرق القرار اللغة والبعود ذاتها نقلها المبعوث الأممي للرئيس هادي بعد لقاءاته بالحوثيين في صنعاء وتتلخص في موافقتهم على تنفيذ قرار مجلس الأمن وتنفيذ تعهداتهم بالإفراج عن وزير الدفاع اللواء محمود الصبيعي ورفاقه وجميع المعتقلين السياسيين وفتح المنافذ المؤدية إلى مدينة تعز ميليشيا الحوثي وعبر رئيس لجنتها الثورية اشترطت وقف عمليات التحالف قبل الذهاب إلى أي مفاوضات فيما لم يشر مطلقا إلى اعتزام جماعته تنفيذ أي من الوعود التي بشرت بها الأطراف الحكومية لا ينافس الحكومة في تفاؤلها سوى المبعوث الأممي والد الشيخ الذي رفض الإفصاح عن نتائج زيارته لصنعاء وعدا أن يعقد مؤتمرا صحفيا في نهاية زيارته لأبوظبي التي توجه إليها لتصبح رابع عاصمة خليجية يزورها خلال أسبوع بحثا عن منفذ للضوء ولا يبدو أن هناك قدرة على إحداثه في جدار الأزمة اليمنية موسيقى اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر